بسم الله الرحمن الرحيم. قبل متكلم في محتوى الفيديو حيباشكر موقع صوتكم على كل اللي تم في موضوع ارتجاع الموبايل ده. الحقيقة ناس في منتهى الاحترافية نزل فن خدمة العملها ممتازين. والجهاز اه ارتجعه استغرق حوالي اربعة ايام بكل القصة لغاية ما استرديت مبلغ الجهاز. الحقيقة انا كنت ماجهل الفيديو ده لغاية ما نشوف رد صوتكم على المشكلة ولعب اللي ظهر بمجرد فتح الجهاز ومجرد فتح العلبة في لعب اللي ظهر في الشاشة وده هنتكلم عنه في العيوب. اول حاجة هنتكلم عنها المميزات الكتيرة اللي موجودة وفي اخر الفيديو هنتكلم على العيوب من وجهة نظرنا. اول حاجة فى تصميم الجهاز. تصميم الجهاز نقطة قوة مهمة جدا في الجهاز ده. لان الجهاز جاي بتصميم من المعدن وكل شيء بيحاسك انه هو جهاز بريميوم وجهاز غالي وكل شيء بيحسك انت هستخدم موبايل بملمس البريميوم والتصميم الفخم اللي استاهل نقدم لوواوي كل الشكر عليها ونقاط سريعة تخص التصميم اولا هتلاحظ ان شكل الكاميرتين جاي كل الكاميرا عليها اطار لامع والبصمة كذلك البصمة طبعا موجودة في مكان كويس جدا جدا هنتكلم عن اداءها الكويس في الجزء الخص البصمة والكاميرتين جايين في ناحية من ناحيتين الجهاز ناحية اليمين مثلا وده بيخلي اخطاء ان انت صبوعك يظهر في الصور او الفيديو وليلة او مش موجودة تقريبا وده عيب موجود مثلا في سلسلة الجي سيفن الخاصة بشركة السامسونج لان اصبوعك ممكن يظهر بالخطأ في الفيديو وده شفناه في الريفيو الخاص بالجي سيفن جي سيفن برو وطبعا انا اخترت اللون اللي ازرق لون اللي ازرق حقيقة لون كويس جدا جدا ولون شيك هينسب استخدامك خصوصا البنات مثلا فده كويس جدا بالنسبة لخطوط الشبكة الخاصة بالجهاز خطوط الشبكة حقيقة موجودة بشكل قانين جدا جدا والجزء العلوي والسفل الخاص بالشبكة مصنع من خمات كويسة ومضبك بشكل ممتاز مع الظهر المعدن ومع وجود انحناءات لطيفة جدا في الجهاز تشبه الميت تين لايت ودي حاجة كويسة جدا وهتديك مسكة مريحة وهتحكم في الجهاز كويس بالجهاز مثلا مش هقوع منك كتير مش هتتعبوا انت ماسكه فترة طويلة او حاجة زي كده وطبعا كون ان الجهاز جاي بالتصميم الجديد 18 لتسعة لابعاد الشاشة ده بيخلي شكل الجهاز افضل من كل سلسلة الجي سيفن المنافس الرئيسي الواوي اللي لسه متمسكين بالابعاد القديمة الستاشر الى تسعة ورغم كده ان نلاحظين ان السلسلة الجي سيفن منتشرة انتشار واسع جدا جدا وحقق نسبة مبعات اعلى من واوي على رغم انهما بيستخدموش اي وسائل دعائية او اعلانية زي اللي عملتها شركة واوي 2018 بداية من الميت تين لايت اللي كان عليه ضجة كبيرة من شركة واوي السماعة تحت عليمين واداها الحقيقة احسن من واي سيفن برايم اللي كان اداءه سائج جدا في موضوع السماعة ولكن مستوى الصوت مش هو المردي بالنسبة لي ده مش مستوى صوت ونقاء صوت وبيز مثلا في موبايل ب4350 جنيه ده مش يعني مستوى الصوت الخارجية مش كويس وصوت المكالمات الحقيقة الجهاز صوته كويس في المكالمات وجهاز بادعم خدمات الجيل الرابع مع امكانية لطيفة جدا ان انت ده تركب خطين مع كارتي موموري في درجة واحد للتلاتة دول في بركابه طبعا مبره الجهاز طبعا معي بطارية 4000 ميلي امبير اور غير قابل الازالة لان الظهر غير قابل للازالة وبالنسبة لي المواصفات الداخلية الجهاز جاي بذكراء 32 جيجا معرام 3 وجاي بمعالج الفئة المتوسطة المنتشر في كل سلسلة الفئة المتوسطة في واوي وهو كيرين 650 وده محقق 3670 في المالتي كور وتسعمائة سبعة وتلاتين في السنجل كور على برنامج قياس الاداء البنش مارك ومحقق 86000 نقطة على برنامج قياس الاداء انتو تو سريدي وده يعتبر اداء كويس ولكن لا يناسب السعر اللي بحتها في 350 جديد اللي ينازل به الجهاز وشوفنا اداء مماثل ليه في نوت 5 من شركة شاومي او اعلى وفي ريدمي 5 بلاس اللي هو اقل منه مثلا ب 1200 جنيه مثلا فحب انصح الناس اللي حابة تشتري الجهاز ده يا جماعة انتظروا شهرين او تلاتة من شاء الله الموبايل ده هينزل سعره لأقل من 4000 جنيه ممكن يبقى 3000 و200 جنيه وده السعر العادل ليه واحنا طبعا شوفنا الاونر ناين لايت نازل ب3666 وهو تقريبا نفس المميزات ونفس المواصفات اللي جاي بيها الجهاز ده قريب جدا ليه الموبايل طبعا جاي بأحلس نظام تشغيل اندرويد 8.0 مع وجهة واوي اليميو اي 8.0 والوجهة طبعا فيها الميشن كتير وفيها جرافيك عالي وتعتبر تقيلة نسبيا وده بيخلي اداء البروستسر او المعالج الكلين 650 اداءه مش احسن حاجة ممكن تحصل عليها مع وجهة اليميو اي التقيلة نسبيا لو اتكلمنا بعد كده عن الاختصارات اللي بتقدمها لنا البصمة البصمة ده اداءها اولا كويس جدا وتقدر ان انت تستخدمها بمنتهى السرعة والدقة طبعا مش اسرح حاجة في الدنيا بس انا مش فارق معي السرعة على قد ما فارق معي ضقة البصمة نفسها ودي دقة كويسة جدا وبتديك امكانيات كتير ان انت ممكن تستعمل البصمة استعمالها سريعة زي قفل المنبه ردع المكالمات والصفح الصغر وانزال شرية المهام وايقاف المنبه من خلال اي صبوع مش شرط الصبوع اللي انت او البصمة اللي انت مسيفة على الجهاز وده بياخدنا مباشرة لمميزات الامان الاخرى اللي بتوفرها لنا شركة واوي وهي الفيس ان لقوة الحقيقة بتشتغل في ظروف اضاءة متنوعة بشكل كويس والحديث عن الكاميرات الكاميرات اللي جاية في الجهاز ده ودي طبعا الميزة الدعائية اللي بدأ شركة واوي تسوق بيها كل المبايلات اللي نزها في 2018 اللي هي اربع كاميرات كاميرتين خلفيتين بالكاميرا اسي 13 ميجا بيكسل نفتح افتو بينتو مع كاميرا سنوية اثنين ميجا بيكسل لقصة العزل ونفس الكلام موجود في الكاميرا السيلفي التمانية ميجا بيكسل اللي معاها كاميرا مرفقة اثنين ميجا بيكسل للوضع البورتيري او وضع العزل وهنقدم لكم صور والحقيقات الصور فيها كمية تفاصيل والوان والعزل هنا احسن كتير جدا جدا من الواي 7 برايم 2018 العزل هنا ممتاز انا راضي عنه جدا والصور فيها تفاصيل وكويسة جدا الجهاز بيدعم نادرات الواقع الافترادي بيدعم واصلات الوتي جي لا يدعم الشحن السريع مع وجود لمبة اشعارات ومزود بامكانية تشغيل الراديو بالنسبة لقصة الشاشة الشاشة انا جاي بالابعاد الجديدة 18 الى 9 بكسابة بيكسلات حوالي 400 بيكسل لكل بوصة طبعا الشاشة قريبا من 6 بوصة الحقيقة الشاشة دي مدون او مكتوب على موقع GSM Arena مثلا ان هي IPS LCD انا ما حاسش خالص ان هي IPS هي ممكن تبقى TFT لان انت لما تميل الشاشة في اتجاهات مختلفة مثلا والجهاز مطفي هتحس ان فيهم ربعات صغيرة جدا جدا اقل مثلا من ميلي مكونة الشاشة دي فهي مش سموز زي الشاشات الى IPS اللي احنا متعودنا عليها تعتبر TFT والحقيقة هي جاي بدقة FHD Plus وسطوع الالوان والتباين واضائتها تحت اضاءة الشمس الحقيقة كل ده كويس جدا جدا مش هتلاحظ وجود اي بكسلات موجودة في الشاشة فيما عدا العيوب اللي ظهرت معي او العيوب اللي ظهرت معي او العيوب اللي ظهرت معي في النسخة الخاصة اللي انا كنت شاريها بس ما ظهرتش مع ناس كتير او تقريبا ما ظهرتش وهي نقطة بيضة موجودة هي عبارة عن ممكن تبقى هديد بكسل العيوب ده اقتنع بي الباقي الخاص بسوق دوت كوم ورجعت الموبايل من غير اي مشاكل وطبعا من ضمن العيوب اللي انا لاحظتها ان انت مش هدر تختار دقة الكاميرا يعني الكاميرا مثلا 13 ميجا بيكسل مش هدر تخليها 8 او 5 الكاميرا اسية غير لما تعمل اعادة ارجاع ضبط الكاميرا والكلام ده موجود برضو في الكاميرا السيلفي لما عملت اعادة ارجاع ضبط اعادات الكاميرا ما مقدرتش ان انا اغير الدقة وده تقريبا عيب سوفتوير حاجة اخيرة ان انت جايز بيدعملك وضع ان انت تقدر تفتح الجهاز من مجرد ما تشيله من على ديسك او حاجة وتبصله يبتدي ايه يفتح او من غير ما تبصله مجرد انت بتشيله من على الدسك يبتدي يفتح وده بيخلى حسية الجهاز عالية نسبيا الى الحركة والضوء فبالتالي ممكن ايه يشتغل من غير ما اه ما انت تحركه او لو مطلعه وتحرك حركة بسيط جدا ممكن يشتغل المشكلة اخيرا الاستهلاك البطارية اعتبر عالي نسبيا وتبطر تشحن الموبايل مارجتين على حسب استخدامك لو استخدامك عالي جدا تبطر تشحنه اخر النهار طبعا قلنا قصة المعالج بيشتغل بتقنية 16 نانو متر هي تقنية غير موفرة للطاقة وفي نهاية الفيديو جماعة بنحب نشكركم شكرا جزيلا دخلنا او قربنا من 10,000 مشترك شكرا جزيلا لكل بيتابعنا واهلا بيكم في اي وقت واهلا بكل استفساراتكم وشكرا جزيلا ويلا اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة